بعد قطيعة طلأ مدها وبعد علاقات شابه الكثير من التوتر استقام الاعوجاج وعادت المياه الى مجاريها الطبيعية بين العراق والمملكة العربية السعودية خطوة وصفها مراقبون بالتاريخية وان جاءت متأخرة فالروابط بين البلدين كما وصفها العاهر السعودي سلمان بن عبدالعزيز تتعدى العلاقات الثنائية الى اواصل الدم والقرب والمصير المشترك وهو ذات التوجه والتقييم لدى ولي العهد محمد بن سلمان الذي وصف هذه العودة الحميدة في طبيعة العلاقات بين الاشقاء بالمهمة والتي يجب على الجميع ان يسعى الى تعزيزها وبما يحقق الاستقرار ويؤمن الروقية للشعبين الشقيقين اليوم نعقد اجتماع مهم جدا بين مملكة العربية السعودية والعراق وكلنا ما عندنا ايدنا شك بانه الروابط من البلدين روابط كبير جدا وعميقة جدا ومهمة وواجبنا ان نعمل على تحقيقها فالبلدين متجاورتين وكلنا عرب ويرتبع نفس الدين ولدينا نفس المصالح ونفس التحديات فلسعي جدا بتطوير العمل معكم مع العراق من جانبه اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مرارا وتكرارا على اهمية ان تعود العلاقات بين بغداد والرياض الى سابق عهدها وكرس جهوده لاعادتها ونجح في عبور نصف الطريق حتى الان كما يرى متابعون حققنا الكثير من التقدم عبر الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة لتثبيت السيادة الوطنية مثل ما حققنا التقدم نفسه عبر الحوار الصريح مع جيراننا واصدقائنا وفي قاعدة مصطحة عراق اولا وثم تميرا ان الكاظمي استطاع ان يعبر بالعلاقات العراقية السعودية الى مراحل متقدمة تتجاوز مراحل الغزل السياسي التي لجأ اليها من سبقه من رؤساء الحكومات العراقية تقارب عراقي سعودي وصفه متابعون بانه يشير الى توازن طبيعي في طبيعة العلاقات العربية العربية ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات عديدة مهمة من بينها الامن ومحاربة الارهاب والطاقة والصناعة والتجارة والصحة والقطاع المصرفي وغيرها وبما يعود على البلدين الجارين والشعبين الشقيقين بالمنافع المشتركة وهي علاقات ولا شك ستعمل على استقرار المنطقة وستعود على دولها وشعوبها بالمنفع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر